أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أكد أن النتائج الإيجابية لفريق قرطب الإسباني برئاسة البحرينية مصدر فخر واعتزاز يأتي ذلك في ظل ما تقدمه إدارة النادي للفريق الذي ساهم في مواصلة صدارة الفريق للمجموعة بعد تحقيقه فوزا جديدا في الدور الإسباني للدرجة الثانية وهذه المرة على حساب فريق سان روكي بهدف دون مقابل وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد حرصه على مواصلة دعم الفريق من أجل مواصلة المسيرة الناجحة التي يمر فيها منذ انطلاق الموسم الجديد ليواصل الانطلاقة الجديدة في مباراته الرابعة عشرة على التوالي دون خسارة في جميع المسابقات وأشار سموه إلى أن قرطب الإسباني ضرب أروع الأمثلة في تأكيد مكانته وقدراته العالية عبر تقديم المستويات المتميزة التي جعلته محط الأنظار متمنيا سموه للفريق دواما توفيقي والنجاح مستوى للفريق دواما توفيقي والنجاح مستوى للفريق دواما توفيقي والنجاح